اشتركوا في القناة قبل ما بتجي في الفيديو نستمي ونصلي على الرسول ولو اول مرة حد يشوف قناتي ياري تشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لي اشعارات بوصفاتي الجديدة يلا بينا نشوف الطريقة والمأدير مأدير الحجازية الاسكندراني مفيش ابسط منها سهلة جدا وبسيطة مكوناتها انا معي كبايتين صميت عليهم كبايتين دقيق نصف كبايت سكر نصف كبايت ميا رشة ملح صغيرة معلقة كبيرة خميرة معي تلت تربع كباية سمنة عليها الربع زيت انا هكمل الكباية الربع الباقي زيت دي كل مكونات الحجازية اللي هنستعملها هجيب بولا وحط فيها نصف كباية الميا ونصف كباية السكر ومعلقة كبيرة خميرة هقلبهم كويس وبعد كده اركنها على جنب الحد الخميرة هجيب الدقيق كبايتين الدقيق عليهم كبايتين السميت ورشة ملح صغيرة واخلطهم مع بعض بعد كده اركنهم واجيب كباية السمنة انا معي تلت تربع كباية سمنة هزودهم الربع زيت انت لو حابة تعملي نصف كباية سمنة عليها نصف كباية زيت مفيش اي مشكلة انا حطيتي التلت تربع والربع بعد كده هزود المادة الدهنية على الدي والسميت وهبتجي قبسهم لازم تبسيهم كويس عشان يتشربوا من المادة الدهنية كده تشربت معانا بالشكل ده شايفين انا لما ضغطت عليها مسكت معانا بالشكل ده بعد كده هبتجي اجيب الخميرة بعد ما اتفعلت وحطتها فوق الخليط الخليط هيبان ليكوا اكنه سيل جدا وحيتحسوا ان المياه زيادة لكن مع العجل ده كله هيتلم والسميت والدي هيتشرب كل السوايل اللي موجودة شايفين سيل ازاي استمروا في العجل هيتشرب معانا وحتتلمي معانا عجينة كده تلمت معانا العجينة انا حركينها على جنب لمدة خمس دقايق ترتاح بس انا مش هسيبها تخمر نروح نحضر الحشو حشو الحجازية سهل جدا هنحط كباية سكر عليهم كباية سميت عليهم 3 معالق كبار ارفة للي بيحب الارفة لو مش حابين الارفة كتير ممكن تقللوها المعلقتين دول 3 معالق كبار ارفة الكاكاو اللي حستعملو اختياري ممكن تستغني عنو في الوصفة بس انا بحب الكاكاو في الحجازية معايا 3 معالق كبار كاكاو لو مش حابين الارفة ممكن تستغنو عن الارفة وتحطو كاكاو بس ولو عندك شوية مكسطرات موجودين في التلاجة ممكن تزوجيهم في الوصفة ده كله اختياري عشان نزود القيمة الغذائية للحجازية حشو الحجازية عبارة عن صميت وسكر وارفة ومعلقة سمنة ومعلقة كبيرة عسل اللي هو السيرب اللي بنعمله في البيت ولما اللي عجنها فقط لغير اي حاجة تانية هنزودها دي اختياري من عندنا هنزود معلقة كبيرة سمنة السمنة اللي انا حطتها دي فلاحي لو مش متوفرة عندك ممكن تزوجي اي نوع سمنة 3 معالق كبار سيرب اللي هو الشرباط بس يكون تقيل لو العسل او السيرب مش متوفرة عندك ممكن تزوجي لبن او ميا هبتجي اخلط كل المكونات مع بعضها لحد ما تتكون معايا عجينة متماسكة عشان ما تفكش معانا في الحجازية واحنا بنقطحها كده لسا انفرويلة معانا انا هزود حوالي 3 معالق كبار ميا ممكن تستبدليهم بلبن او بسيرب بس انا ما قطرتش من السيرب عشان ما تكونش محلونا جدا بعد كده هبتجي اعجينها لحد ما تتكون معانا عجينة متماسكة كده اتماسكت معانا واصبحت عجينة متماسكة حركينها على جنب نجيب الصنية اللي هنعمل فيها الحجازية المقاس اللي انا هستعمله مقاس 30 ممكن تستعملي مقاس اصغر على حسب ارتفاع الحجازية اللي انت محتاجاه مقاس الصنية بتحكم معاك في التخانة بتاعة الحجازية لو عايزة سمكها رؤية او سمكها طخين مقاس 30 هتطلع معايا مظبوطة جدا لكن مقاس اصغر من كده هيطلع السمكة عالي على حسب رحتك دلوقتي هاتهن الرخامة زيت وحط ورق الزبدة عشان ما يزحلاش معانا هبتدي اجيب العجينة وقسمها النصين متسويين هاخد النص الاولاني وابتدي افرده هحط ورق الزبدة على الوش وابتدي افرد بالنشابة او بالمردنة بعد ما فردت العجينة هبتدي اقلبها في الصنية الصنية مش هتهنها اي مادة دهنية لان العجينة فيها مادة دهنية تكفي بعد كده هبتدي اساوي العجينة بعد ما سوتها بالشكل ده وضغطت عليها هبتدي اجيب الحشو اللي احنا عملناه وابتدي افضيه على الوش لازم تسويه كويس وتضغطي على الحشو عشان يمسك في العجينة انا عملت صور للعجينة عشان الحشو ما يلزقش في حرف الصنية ويتحرق معانا ساعة السوا كده ضغطت على الحشو هبتدي اجيب النص التاني هنفرد النص التاني من العجينة لو لقيت العجينة نشفة معاك شوية ممكن تزوديها معلقة لبن واضطريها بعد كده هبتدي افردها وحطها على الوش فردت النص التاني وحطيته على وش الصنية وبعد كده ضغطت عليه كويس وده هان الوش انا حطيت معلقة سمنة على معلقة سيروب السيروب كان خارج من التلاجة فجمدت معايا السمنة بعد كده هبتدي بالشوكة ابتدي ازين الوش بالشكل ده حمشي عليها خطوط بالشوكة طبعا ممكن تشكليها زي ما انت عايزة بعد ما شكلتها بالشوكة بالشكل ده هبتجي قطعها بالسكينة تقطعات مربعة او مسلسات على حسب التقطيع اللي انت حباها بعد كده هغطيها واركنها على جنب المدة نص ساعة العجينة تخمر معنا بعد ما اختمرت بالشكل ده هبتدي ادخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة حوالي نص ساعة اول ما تلاقيها خدت لون من الحروف هنطفي من تحت ونولع الشوية تاخد لون من فوق لو الشوية والفرن بيبلعوا مع بعض زبطي درجة الحرارة من تحت على 200 ومن فوق وطية جدا على الهادي عشان الوش ما يتحراش معاك وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن بسم الله ما شاء الله ولا ريحتها بصراحة طحفة هبتدي افتح معنا المكان ما احنا قطعناها وانا عندي سيرب تقيل هبتدي اخففه شوية ودهن الوش طبعا دهان الوش ده اختياري ممكن تكتفي بيها كده بعد ما استوت ممكن تشربيها سيرب لو حبها بس انا بدهن الوش بس يديني لمعة دلوقتي انا هطلع معاكو واحدة وحنشوف قلبها من جوه بصراحة الحجزية الاسكندراني طعمها طحفة واحلى ما بتشتريها منبرة بكتير جربيها وقوليلي في التعليقات ايه رأيكم وده شكلها بعد ما قطعتها وخرجت واحدة شايفين الحشو من جوه ممكن كمية الحشو تخفي فيها عن كده لكن انا زبطاها بالزبط الرئة اللي فوق قد الرئة اللي تحت والحشو كده مظبوط معنا بسم الله ما شاء الله هقسم معاكو واحدة وحنشوفها من جوه شايفين الحشو من جوه مقرمشة منبرة وطرية جدا من جوه بصراحة طعمها خطير وتحفة لما تجربوها هتعرفوا اللي انا بقولوا لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو وتضغطوا على كلمة الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بوصفات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله